السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اليوم ستشوفوا معي هاد الملاقية هادي هاد الملاقية سهلة وطلاعة كيف ما كنقولو يعني بالزربة كطلع وهي من بعيد كتبين بحل الملاقية ديال القورمات ولكن التقنية ديال العمل ديالها او الطريقة باش احنا غدي نخدموها هي مختلفة على الطريقة ديال القورمات وسهل من القورمات يعني سهل منها بزيف وكذلك هي يعني ارق منها مازال غدا نوضع لكم ان شاء الله وحد فيديو اخر في يعني ماشي بحالها تقرأ يعني تقريبا بحالها ولكن غدا تكون فيه وحد تقنية اخر جديدة وغدا نوريكم كيفاش تكبروها وتجيزوينها المهم فهاد الملاقية هادي تلاقيوا بها يعني الجواني بديتجي اللابه بشكل رائع جدا وحنا ديما في الجواني بكن بغوشي حاجة لكتكون سريعة يعني بالزربة نكملو الخدماغ وفي نفس الوقت تجي الخدماغ انيقة هادي اهم نقطة فلاحظوا معايك نضربو ضربة التحت وضربة الفوق وغريزة في الوسط الان غدي نرجعو للتوب ونوضعو فيه وحد الغريزة لاحظوا معاي مزيان ما غديش نرجع ونضرب في هديك الغرزة لا هديه الطريقة بش احنا كنسرعو العمل كيفاش احنا غدي نسرعو العمل وفي نفس الوقت يجي انيق غدي نرجع وغدي نضرب في الفوق يعني في التوب ارجع نضرب في التوب مباشرة وهناك لاحظوا معاي جيدا غادي نضرب حبكة ما غديش نقاوي يعني غادي نخدامين بالغريزة يعني بغرزة غرزة لانا قدمة كترنا قدمة غادي تكتر علينا الخدمة اللي مهم هو الشكل يجي انيق والسرعة جي سريعة فاللي بغيت السرعة والاناقة ما عليها غير بهاد الملاقية هادي رها ساهلة ورائعة هنا وضعت الحبكة الأول وغادي نجي نوضع الحبكة التانية وهنا وحد ملاحظة صغيرة اللي بغيت دير حبكة وحدة ديرها ولي بغيت دير جوج ديل الحبكات ديرها فهي رغيت تصدقوا فيها بجوج مهما هنا درج الجوج ديل الحبكات ولي بغيت دير وحدة ديرها يعني ماشي اشكال وحتى هي غادي مزيانة لاحظوا معاي جيدا غادي نضرب مباشرة في التوب يعني غاد نرجع نقل نيشان غاد نجيو للتوب وغاد نوضعو فيه واحد الغريزة شوفوا معاي دبا مزيان شنو غاد نديرو غاد نرجع لهنا لهذا النقطة هذي بالضبط وشوفوا يعني الاتجاه دي الخير وغاد نوضع غرزة يعني هنا غريزة عادية فلاحظوا معاي مزيان يعني في الدرب اللولة كنديرو غرزة في الدربة التانية ما كنديروهاش كيف ما غاد شوفوا معاي دابا يعني وحيدة في التوب والآن غاد نرجع للتوب مرة أخرى هناك نتعاملو يعني ضربة في التوب ضربة في التوب باش نتفاداو احنا هذيك الدربة اللي غاد نضربوها الوسط ولا جينا نحسبوهم غاد نيزيد وكتروا علينا الخدمة المهم الآن غاد نديرو حبكة حبكة عادية اللي زوين في هاد الملاقية انها ممكن يعني تديرها السيدة المبتدئة وكذلك السيدة المحترفة لأنها هي آنيقة عفوا هي آنيقة وفي نفس الوقت طلعها يعني بالزربة كتطلع رائعة جدا وساهلة كما كنقولو يعني احنا دائما كنشوفو الحاجة اللي كتكون ساهلة وفي نفس الوقت زوينة في المنظر ديالها كيجي زوين لأن اللي غاد يشوفو كلابسة يعني مثلا جلابة ما غاد يشوفو كيفش نتكتي كتخدمي فيها وش هي صعيبة ولا ساهلة في الخدمة كيشوف غير المنظر ديالها وش هي زوينة ولا مزوينة المهم الآن غاد نرجع وغاد ندير غرزة في الوسط غريزة وحدة ان شاء الله نحاول نوضع لكم هاد الفيديو ديال الملاقية هي تقريبا كتشبه ليها ولكن بوحد طريقة اخرى باش يعني نكترو بحل هاد الفيديو هات هادو اللي كيكون فيهم هاد الملاقيات لان بزاف الناس كيحتاجوهم ويعني حتى انا شخصية ركا نحتاجهم المهم نكملو هاد الخدمة هادي كتلاحظوا معايا الالوان اختيار ديالهم راعي شوائي والخيط مبروم على ثلاثة شعرات يعني من الافضل تخدموك بالخيط مبروم على ثلاثة شعرات فالان كيف ما كتشوفوا معايا احنا يعني غادين بشوية يعني بشوية بشوية كل حاجة كتجغر مع الوقت ارجع وندرب هنا في التوب درايبة هنا في التوب هنا راني بعد مرات كتلاحظوا معايا انني كنبقى نعاود في الشرح يعني نفس الكلمة كنبقى نعاود فيها ركينين اخوات مبتدئات يلاه كيتعلموا يلاه بدوا يعني يلاه بدوا في هاد الصنعة هادي فارا خصك يعني كنبقى نعاود في الشرح على قبلهم هما يعني بش كل شي استافد وكل شي تعلم سواء كانت الاخت مبتدئة او معلمة فارا احنا خاصنا يعني مره مره كان يعني ضروري خاصنا نراعي لهادوك السيدات لي كيكونوا يعني مبتدئات ضروري خاصنا نراعي لهم في يعني في الخدمة فخاصنا بقى يعني نشرح لهم زيان خطوة بخطوة المهم عندي انا ان كل شي تعلم وكل شي استافد المبتدئة او المعلمة يعني ماشي المعلمة تفهم والمبتدئات تشوف الفيديو متفهم فيه والوك على الاقل نحاول يعني نزيد ان نشرح لها خطوة بخطوة فهدشي علاش بزاف دي السيدات كيقولي ياب اللي كان نعاود يعني الشرح كان بقى نعاود فيه را دائما كان راعي للسيدات المبتدئات ضروري خاصنا نراعي لهم ومهم هو كل شي تعلم كل شي استافد ولي عندها شي ملاحظة تكتبها لنا في تعاليق ولي عندها شي طالب شي فيديو شي حاجة بغاتنا نخدموها كذلك تكتبها في تعاليق فرا هدشي راه مهم بزاف ورا كنقرى التعاليق وكنشوف يعني طالبات ديالكم واللي ما جاوبتهش فرا كنعتادر لانني يعني الضيق ديال الوقت بعد مرات الوقت ما تيكفينيش موم اللي كيكون عندي الوقت راني تنقراهم واللي قدرت نجاوب راني تنجاوب والمهم اي تساؤل وضعوف تعاليق وما تنسوش اللي بغات تشجعنك باش نزيدو القدام وش نستمرو فما تنسوش الضغطو على زر الاعجاب هذا راه مهم بالنسبة لينا المهم هنا غدي نكمل انا الخدمة كيف ما كتلاحظو معايا نمشي وغيب شوية علينا نرجع هنا ونضير غريزة عادية ونكملو هنا الخدمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جيدا من أشتركوا في القناة شوفوا معايا هاد رايز هادا يعني اللي بغيت هاد الفيديو ديل هاد الدرس فترجع لصندوق الوصف وغادا تلقى فيه الرابط ديل هاد الفيديو يعني غير ضغطو على الرابط فهو غادي يديكم مباشرة لهاد الفيديو هادا المهم واللي عجبها ما تنساش الضغط على زر الاعجاب واللي عجبها كذلك يعني عجباتها هاد الملاقية وهادي فلاول مرة كتشوف هاد القناة ما تنساش الضغط على زر الاشتراك واهم حاجة الضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وكذلك الضغط على زر الاعجاب وشكرا على المتابعة وكنتمنى لكم السعادة في الحياة العملية والشخصية كذلك